نروح مع حضراتكم لمحافظة الأليوبية في قرية هناك اسمها الشبك تابعة لمدينة شبين الأناطر القرية دي خرج منها 31 أوتوبيس في رحلة خاصة رحلة إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب وسط حالة من البهجة من كل المشاركين والوصل عددهم لألف وتلتمائة مشترك الأطفال والأهالي والشباب الكل كان حريص على أنه يشترك في هذه الرحلة ويزور معرض الكتاب معانا عبر الهاتف دلوقتي الدكتور كمال سالم منصق خروج أوتوبيسات أهالي قرية كوفر الشوبك لبعرض الكتاب لتعرف منه على كافة التفاصيل صباح الخير على حضرتك يا فندم أهلا بي صباح النور يا فندم أهلا وسهلا بحضرتك بالبداية شكرا على مجودتكم ودعم القراءة والمعرفة حابين نعرف هل في سبب معين يمكن خليكوا تفكروا في تنفيذ الفكرة المميزة دي زي أن تخلوا أهل القرية يستفيدوا بجميع أعمارهم إحنا أصلا جمعية تنمية مجتمع بحلي وهي خيرية غير هدفة للرقل تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي بتمارس كل الأنشطة اللي بتمارسها كل الجمعيات اللي هي المساعدات المادية والعينية بنعمل ده فاحنا حاولنا نخرج من منظومة طعام البطون نعمل جنبها طعام العقول الدولة عملت لنا مشروع حياة كريمة بقال لنا ثلاث مين البنية التحدية في القرية تغيرت تماما فاحنا قلنا نغير البنية الفكرية كمان يعني الدولة ماشية في اتجاهها واحنا بنساعد الدولة معها الدولة بتقدم واحنا نمتخذ المتطوعين أو العمل الخيري يتضمن مع الدولة فاشتغلنا على النقطة دية بوجهنا عامة من عادي ننشر الثقافة في القرية وثقافة القراءة بالذات وحب الكتاب عملنا فعاليات كتير فعاليات للأطفال وفعاليات الكبار وعملنا مسابقات وعملنا ندوات كاتب عمر طهر كان معنا في القرية عملنا فعالية اسمها يلا نحكي للأطفال القرية تقرأ للكبار اشتركنا في المشروع الوطني للقراءة وفزنا بالمركز الأول على المصطوع مصر في فرع المؤسسات التنويرية رحلة معرض الكتاب بتكمل بقى الزخم ده أو الوردة اللي هي فوق في عروض الجاكت اللي احنا بنشتغل بيه بقى اربع سنين شغالين على رحلة معرض الكتاب احنا في قرية ظروف الناس ممكن تمنعهم ان هما يذهبوا الى معرض الكتاب الفكر بتاع الناس الفلاحين البساطة مش متاجين ان هما يغضوا اولادهم ودوا معرض الكتاب فواجب علينا احنا ان احنا نوفر لهم الفرصة دي بصورة جميلة وبسيطة ان انا نوفر لهم الفرصة ان هما ينتقلوا الى معرض الكتاب بمجرد ان احنا نفذنا ده وجدنا تفاعل رائع وعالي ورهيب من اهل القرية احنا السنة دي كنا رابع عام على التوالي بدأنا من 2021 كان عدد الحافلات اللي خدناها اوتوبيسين العام اللي بعده كانوا خمسة العام الماضي كانوا خمستاشر السنة دي كانوا واحد وثلاثين اوتوبيس يعني الاقبال كل سنة بيزيد عن السنة اللي قبلها؟ بيزيد احنا السنة الفتت كنا خمشمية السنة دي بقنا الف وتلتمية السنة اللي قبلها كنا متين وخمسين اكتر من الضعف اصبحت فيه علاقة يعني غريبة نشأت ما بين قرية كفرد شوبك ومعرض الكتاب يعني كي ان معرض الكتاب ده جزء من القرية حتى غالي عزيز اهل القرية كلهم عاديون يروح الزروب طول العام اصلا الاولاد بيسألونا الرحلة امتى حتى الناس اللي هي مش مركزة في ان ده موسم سنوي له موعد محدد هم عاديون يروحوا لدرجة وحنا رجائب من رحلة قال لي اسوأ حاجة في معرض الكتاب بس اعتقد فيه مكتبات متنقلة في اطار مبادرة حياة كريمة موجودة عندكم في القرية واحنا نزلنا في صبع الخير يا مصر في كفرد شوبك السنة اللي فاتت تقريبا او اللي قبلها وصورنا المشروعات اللي بتتم هناك محطة رفع محطة صرف صحي طبعا بالنسبة لي اعمال الصرف الصحي في القرية كلها بالنسبة لي مشروعات للتمكين بالنسبة لسيدات كان فيه عربات لتعليم السيدات اشتغلنا احنا مع المجلس القوم المرأة بقالهم ثلاث سنين شغالين معانا صحيح طيب احنا ازاي بننظم الرحلات دي احنا ازاي عرفنا اهالي القرية ان احنا هنطلع في التوقيتات دي ازاي تم اختيار الناس اللي هتشارك هو طبعا الرحلة لانها بتبقى ضخمة وفي زخم فانا بدأت اعداد من شهر تمام اعلننا على صفحة الجمعية عن فيسبوك ان احنا نختار انهيوم هل يوم من جمعة مناسب ولا نختار يوم من ايام الاسبوع الاغلبية اخترت الجمعة هات احنا كمان اختارنا الجمعة عشان خاطر البصاف السائقين المفتبطين بأعمال اخرى فقالونا نجيب لكم اكبر عدد يوم الجمعة مفهوم ده كان اليوم بعد كده حددنا اليوم انهو بعد نهاية الامتحانات مباشرة بحيث ان الاولاد قبل ما ينشغلوا في السادات للجزء الثاني من الدراسة يبقى ده يوم فاصل يستمتعوا به بعد كده بدأنا حددنا موعد لطلقي المشتركين وحددنا موعد لغلق الباب الاشتراك كنا كل الليلة بعد صلاة العشب بنجلس المقابل الجمعية لمدة ساعة نتلقى المشتركين وكنا بنقودها اوتوبيس باوتوبيس احنا كنا نش مخططين لثلاثين احنا مخططين لخمستاشر العدد اكتمل في اوتوبيس نشوف اللي بعد نشوف اللي بعد وعشان تنظيميا كمان كان كل مشترك بيجي اقول له انت اوتوبيسك رقم واحد عشان يوم الرحلة ما يجيش يعمل زحام ويلربط الدنيا ونتعب اكتر رقم اثنين رقم ثلاثة وهكذا لما وصلنا خمستاشر المشرفين قالوا كتايا كده طب بس في ضغوط طب نوصلها العشرين في ضغوط طب نوصلها الخمسة وعشرين ضغوط وفي درجة ان كان فيه اولاد بيروحوا يبكوا الاهليهم لما برجعهم والاهالي بتصلوا بالتليفونات وعشان خطري ومش معنى ابني وده مستني من السنة اللي فاتت خواطر طب دي ممكن من الصعوبات اللي وجهتكو بس اي تاني صعب وجهته الصعب طبعا العادة احنا طبعا تلاتين اوتوبيس كنا متوقعين ان ممكن فيه اوتوبيس يعطل ممكن في حد يجي يوم الرحلة صباحا ما يكونش مشترك فأجرنا اوتوبيس واحد وثلاثين وقلنا هنغضوا معانا حتى فاضي احفياطي يعني الصعوبة كانت طبعا عندنا تلات صعوبات احنا كنا بندرس بنقعد كل ليلة بأنه اسبوعين بنعمل الاجتماعات معايا مجموعة مشرفين من الطرية شباب والناس اللي شغالين في مركز الشباب كنا بنعمل كل يوم اجتماع بندرس ايه المشاكل اللي ممكن تواجهنا ونستطلها خطط فكان مشكلة استقبال العدد ده امام الجمعية بقى فيه لجنة للاستقبال تنظيم التلاتين اوتوبيس على الطريق مفيش طريق عشان نحطهم على طريق واحد هياخدوا مصافة طويلة جدا قسمناهم تلات مجموعات بعد كده الركوب للتسكين في الحافلات الوصول للمعرض والدخول للمعرض دي مشكلة كبيرة والخروج من المعرض دي مشكلة اكبر ده عظيم جدا لكن ما تزعلوش حد يا سوس كمال يعني نحاول قدر الامكان من خلال منظمات المجتمع البدل ان احنا نساعد يعني لو قدرنا ان احنا نعمل رحلة كمان خلال الاسبوع اللي جاي عشان يبقى ايه كل الناس اللي حابة تزور المعرض تروح مرة واثنين وما بقاش في حد زعلان زي ما انت قلت كده الناس بيقولون احنا بستنين بالسنة اللي فاتت كل الشكر لحضرتك دكتور كمال سالم منصق خروج اوتوبيسات اهالي قرية كفر الشبك لمعرض الكتاب شكرا جزينا لك